طبعا ما فيش شك ان نظم المعلومات النهاردة او ما فيش شك ادي ايه دخلة في كل حاجة في الحياة فمستحيل تتخيل النهاردة اني بلاش اقول كلمة من الصعب لا من المستحيل انك تتخيل ان بنك يعمل من غير نظام معلومات اه مستحيل انك تشوف خدمة عملة بدون نظام معلومات مستحيل انك تشوف حسابات مؤسسة من غير اه نظام معلومات مستحيل شؤون عاملين يعني بص ادارة المخازن المشتريات المبيعات كل حاجة باستخدام نظم المعلومات حاليا خلاص ما فيش شك ان نظم المعلومات اه دخلت في ادارة كل شؤون تقريبا تقدر تقول الحياة تعال نقرب بشكل عملي لحد ما نوصل معك ايه هي برامج آآ قوائل بشكل عمل يا جماعة الدنيا كلها زي ما تشوفت نظام معلومات خلاص لازم اعمل نظم المعلومات لادارة اي موضوع لو اتكلمنا مثلا على النظام معلومات لادارة الطلبة في الجامعة فعملت شاشة مثلا فهتلاقي عندك اكيد اي دي وعندك وعندك فون وعندك ايميل وعندك آآ كل حاجة صح كده وتقدر هزي البيانات تعمل لها اضافة وحسف وتعديل واستعلام وما شابهة ذلك طيب آآ لو جيت كده ورجعت موضوع مسلا اي عمليا من العمليات دي مسلا سيف انا هحفظ البيانات طيب جميل جدا او هتحزف من هذه البيانات او هتعدل في هذه البيانات او هتعمل سيرش وتبحث عن بيانات اولا هتحفظ البيانات دي فين لازم تحفظها في مكان هذا المكان هو قاعدة البيانات طيب قاعدة البيانات دي طبعا لها برامج لادارة قاعدة البيانات دي ولها اساسية آآ محتاج اعرف اي عن قصة قاعدة البيانات دي محتاج اعرف اولا اه في اكتر من برنامج لقواعد البيانات. يعني عندنا برامج. عندنا زي كل كل حاجة في الدنيا. عندنا آآ برامج. يسموه او سيمك من الكلام الاكاديمي دوت. وخلينا نتكلم على البرامج المسؤولة عن ادارة قواعد البيانات. دي معلومة مهمة جدا. مهنا دلوقتي اشتغل عملي من خلال البرامج. عايز اعرف ايه البرامج المختلفة وايه فرق بينها واهميتها وما شابه زي. بعد كده محتاج تعرف كمان يعني ايه قواعد كده. اساسيات لو انت دي اول احتجاك لك بقواعد البيانات. فانت محتاج تتعرف على هذه الاساسيات. بعد كده محتاج تتعامل مع قاعدة البيانات طبعا باستخدام اي برنامج وبعدين نبتدي يبقى نتعامل مع وبعد ما تتعامل مع قاعدة البيانات محتاجين موضوعنا الاساسي وهو ده الشكل العام للموضوع يا جمع. طيب تعالوا في هذا من خلال هذا الاطار العام للموضوع نتكلم. اول حاجة يعني ايه database management systems او يعني ايه database software. دلوقتي انا عايز انشئ قاعدة بيانات. زي ما اكون عايز انشئ ملف وورد طبعا. مثلا. مشانا لما اكون عايز انشئ ملف وورد لازم يكون عندي برنامج وورد. اه مزبوط. نفس الكلام لما اكون عايز تنشئ قاعدة بيانات لازم يكون عندك برنامج قواعد بيانات. ابسط قواعد اه برغم قواعد بيانات على الاطلاق يا جماعة. مايكروسوفت اكسس. هو دلوقتي البنامج البسيط جدا. لكن مش هو الوحيد. عندنا كمان مايكروسوفت اسي كيو ال سيرفر. ده برضو مشهور جدا. عندنا كمان قاعدة بيانات الانترنت المشهورة ماي اسي كيو ال. عندنا كمان دي بي توب تقاعد اي بي ام. عندنا اكبر قواعد البيانات او اكبر برامج قواعد البيانات على الاطلاق وهي اوريكان. دي اشهر برامج قواعد البيانات حتى الان يا جماعة. ممكن استخدم منها ايه? استخدم اللي يعجبك. بس حسب ايه? حسب يعني لو انت هتعمل زي ما هنشوف كمان شوية قاعد بيانات بسيطة وعاوز تعرف لقاعدة بيانات. يريد تستخدم مايكروسوفت اكسس. لو انت عايز قاعد بيانات اكبر شوية تستخدم مايكروسوفت سيرفر. لو انت عايزت عامل انترنت مع بي اتش بي كمان مشهور تستخدم ماي اي سي كويل. ما زال حتى الان قابلت انا شركات شغالة دي بي تو اللي هي بتاعة اي بي ام فعندها اي بي ام تكنولوجيز فعشان كده ما زالت استخدم اي بي ام اه دي بي تو. اوريكل طبعا اكبر قاعدة بيانات في العالم او اكبر في العالم. ولاما تستخدمها مع حاجة اسمها لاما تستخدمها النهاردة مع اقوى لغات اللي هي الجعبا. بص هو ده التصور الموجود حاليا على الساحة في الوقت اللي احنا بنكتب فيه كلام ده طيب خلينا نشوف مع بعض اول حاجة اسو كويل يا جماعة هنشوف كلمة اسو كويل اختصار كلمة استراكشار كويري لانجوش او لغة الاستعلامات البنائية مسلا مش مهمة رجامة حرفية. المهم هي عبارة الايه? اسو كويل يا جماعة ليست لغة برمجة. هي ليست لغة برمجة. هي مجموعة من الاوامر المنفصلة. اللي مش بتشكل برنامج. ما ينفعش تعمل بها برنامج. فقط تعطي بها اوامر لقاعدة البيانات. فقط تعطي بها اوامر لقاعدة البيانات. يعني مثلا لو انت متذكر احنا كنا زبطنا اه الدنيا وعملنا سطابنا وعملنا واصبح عندنا على على الاسكيمة بتاعة الاتشعار الموجودة اوتوماتيك في اوريكا. لو جينا عملنا وقلنا له اوبن سيكوال ووركشيت بيقوم معطيني هو سيكوال ووركشيت عبارة عن ادوتور اقدر اكتب في اوامر الاسكيويل. زي ما قلت الحال كده ان اوامر الاسكيويل دي عبارة عن اوامر منفصلة لا تشكل برنامج ولا لغة فقط للتعامل مع الديتابيز. فمسلا يعني لو جيت هنا وعملت كده هتلاقي مكونات الديتابيز اهي. ادي تيبل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام كده? طيب التيبلز دي اقدر اتعامل معها بالاوامر. طب ليه بتتعامل معها بالاوامر? لان لغات البرمجة بعد كده بتحتاج هذه الاوامر للتعامل مع الاسكيويل. فزي ما قلت حالك ده الاسكيويل ده هو تقريبا الاوامر الاساسية للتعامل مع الديتابيز. طيب تعال نقسم اوامر الاسكيويل لتنقسم الى دي دي ال و دي سي ال و دي ام ال. او دي 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 ال و دي ام ال و دي سي ال. ايه بقى التلات اوامر دول او التلات انواع من الاوامر دول? دي كده مجموعات ليس اكثر. كويس? اول حاجة دي دي ال معناها دي عبارة عن مجموعة الاوامر المسؤولة عن انشاء قوائق اي عناصر قوائر البيانات. يعني تقدر بدي دي جماعة تقدر تعمل ايه? تقدر تنشئ تيبل يعني تقول له تقدر تنشئ اندكس تقول له تقدر تنشئ كل عناصر قوائر البيانات. تقدر تنشئ تقول له وهكزا. اي حاجة عايز تنشئها او تعدل فيها او تعمل لها يعني تنهيها خالص. برضو تستخدم مين? تستخدم اوامر او دي دي ال. او دروب تيبل مسؤولة. كويس كده. لسه هنشرح طبعا. المهم مجموعة الاوامر الخاصة بدي دي ال هي مجموعة الاوامر مسؤولة عن انشاء وتعديل او حسف العناصر نفسها. تاني مجموعة من الاوامر هي دي ام ال. دي ام ال داتا منوبليشن لانجوش هي مجموعة الاوامر المسؤولة عن التعامل مع الداة. المال ايه هنا? لا هنا 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 التعامل مع الداة. الداة يعني تقدر تعمل مسلا تقدر تعمل مسلا تقدر تعمل تقدر تعمل تقدر تعمل مسلا فتقدر تعمل وهكذا. اخر جزء اللي احنا بنسميه دي دوت 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 تقدر بي وتقدر وهكذا. تعال نتضرب على مجموعة الاوامر دي من اول المجموعة الاوامرانية خالص اهو. لو انا عايز اعمل تابل بقوله تابل وبعدين اقوله تابل وبعدين اقوله students اهوت. وبعدين اقوله بتاعه. يعني اقوله ان انا عندي student id اهوت student ID دوت من نوع number. واقدر اقوله ان ده primary key. واقدر كمان اقوله ان انا عندي نام دا فار كاركتر يعني نصي مسلا واقول له انه هو تلاتين حرف تمام كده كفاية اوي كده يبقى اقدر اقول له اعمل انشئ لي كريت يعني انشئ جدول الجدول ده اسمه فيه كولوم اسمه من نوع نامبر والكولوم ده يعني لا يمكن تكراره واعمل لي والسودنت نام ده فار كاركتر تلاتين لو عملت ران سمي كولون دي زيادة لو عملت ران هيقول لك تيبل كريت اقدر اعمل ران بالكليك على البلي ده ايه او البلي ده ايه او اف خمسة في الاخر هيقول لي ان التيبل كريتت فين التيبل مفروض تيبل يزهر هنا اه اعمل بس تلاقي التيبل ظهر بالشكل ده ادي التيبل اللي انت كريتته ظهر ولو عملت كليك كده هتلاقي بتاعه زي ما انت عملت بالضبط اي دي وستودنت نيم تمام كده وتقدر كفيش والترايت كليك وتقول له اديت وتقدر تعدل فيه تاني اهوة وتزود كولوم وما شابه ذلك ماشي الكلام يا شباب اوه جميل جدا يبقى انا اول امر بيقابلني اقدر اقول له كريت تيبل بالاسم ده ده يعني ايه الكلام ده انا بقول له عدلي في جدول وقاد حقل جديد من النوع ده واعمل ران بقول لك يعني تم التعديل فيه تم التعديل فيه طيب اعرف ازاي انه تم التعديل يعني خلينا نكتب هنا دي عشان لو نصقنا وديناك الكود ده هدي حلو الكلام طيب تم التعديل اه اعرف منينه تم التعديل تعالى نشوف لو جينا كده عملنا وفتحنا جدول هنلاقي كلهم جديد اسمه يا شباب ماشي الكلام كده اهو زي ما حضرتك شايف بعد كده مسلا عندنا ايه لو انت كررت انك انت تمسح التيبل كله يوم اقيل له اللي اسمه اهو دروب التابل اللي اسمه وران يوم اقيل لك ايه يعني تم حسب شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة